عرفنا في الفيديو السابق أخلاقيات المهنة وقلنا أنها مجموعة من الضوابط التي تنظم العمل أو سلوك الأفراد داخل المهنة لكن هذه الضوابط منها ضوابط مدنية ومنها ضوابط شرعية فلننتوقف عند هذه العبارات وأن نحاول أن نفهمها بالنسبة لضوابط المدنية والشرعية للمهنة نقول أن المملكة العربية السعودية حرصت من منطلق شعورها بمسؤوليتها في تسير أمور الناس وجلب المصالح لهم ودفع المظر عنهم وإقامة القصة في حقوق الله وحقوق العباد أن تولي تسير هذه الأمور إلى أشخاص أكفة فسنت الأنظمة في ذلك والمتمثلة في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية في الوظائف الحكومية ونظام العمل والعمال في كل مجتمعات الدنيا في كل أنحاء العالم هناك دائما لوائح تنظيمية للعمل ما يسمى بقانون الوظيفة العمومية وقانون أو لوائح المهن المختلفة أو ما يمكن أن نعبر عنه بالأنظمة الخصوصية للعمل يعني نجد أحيانا بعض المهن الخاصة تنفرد بنظام أو قانون عمل خاص بها نظرا إلى خصوصية تلك المهن فليست المهن جميعها بنفس الخصوصين لكن دائما العموم الدول تصدر لوائح تنظم عملية العمل بشكل عام وعملية الوظيفة بشكل عام ثم من ذلك القانون العام تستمت وتستنبط لوائح خاصة بكل مهن في المملكة العربية السعودية نجد أن ما سنته المملكة هو ما يعرف بنظام الخدمة المدني صدر تقريبا في نهاية القرن الرابع عشر هجرية يعني تقريبا في 1393 تقريبا يعني فنظام الخدمة المدنية هو نظام يعني يحدد ما يجب على كل العمال وعلى كل الموظفي الدولة أن يلتزموا به بالضبط حتى نصحح نقول نظام الخدمة المدنية صدر بالمرسوم الملكي من قاطع 49 بتاريخ 10-7-1397 هجرية وبقرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27-6-1397 هجرية إذن هذا هو قانون أو نظام الخدمة المدنية وهو يعني أعم وأهم نص قانوني ينظم المهن في المملكة العربية السعودية لخصنا أهم ربما الضوابط المدنية التي يركز عليها نظام الخدمة المدنية فوجدنا أن نظام الخدمة المدنية أولاً هو يتميز بكونه نص قانوني دقيق ونص قانوني شامل مقارنة بالنصوص القانونية الدولية الأخرى في أنظمة الخدمة المدنية فنظام الخدمة المدنية السعودية يركز على الأربع شروط هذه التي هي على الشاشة الآن باعتبارها ضوابط مدنية أساسية نحن لخصناها طبعاً هي بالتفصيل ومواد بالمادة 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 ولكن نحن لخصناها تيسيراً على فهم طلبنا الأعزاء فنقول أن الضوابط المدنية للمهنة كما هي واردة في نظام الخدمة المدنية هي أولاً الجدارة يعني فلان جدير يعني فلان كفر فلان أهل الأهلية العلمية إضافة إلى الجدارة لأن الجدارة يمكن أن تكون جدارة يعني شروط في الجدارة تتعلق بالقدرة في السن في الجنسية في مجموعة من الشروط ثم الأهلية العلمية هي الشهادة العلمية أو المستوى العلمي المشهد أو الذي يحمل فيه صاحبه إشهاد ثم الاستعداد الذاتي يركز على يعني رغبة المتقدم أو رغبة الشخص طالب الخدمة أو طالب المهنة على إقباله رغبته الذاتي وهذا مهم جداً ثم الياقة الصحية إذن تقريباً أربع ضوابط كبيرة طبعاً هناك مجموعة من التفصيلات في نظام الخدمة المدنية هناك شرح لها بالتفصيل هناك يعني إسهاب فيها لكن نحن كما قلت ركزنا في هذا المقرر على أهم هذه الضوابط المدنية تيسيراً لعملية تذكورها ولعملية فهمها إذن الجدارة الأهلية العلمية الاستعداد الذاتي ثم اللياقة الصحية واللياقة الصحية هنا طبعاً لياقة صحية ليست فقط جسدية وأنها مال صحة نفسية أيضاً وعقلي إذن هذه هي الضوابط المدنية الكبرى الكبرى في نظام الخدمة المدني وهي ضوابط تشترط في المهنة لابد أن تتوفر لكي يلتحق الفرد بالمهنة المرغوبة لديه ترجمة نانسي قنقر